بحضور 73 نائباً أقرر برلمان اللبناني قانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مدة عام في أول جلسة تشريعية منذ دخول البلاد في الشغور الرئاسي قرار أحدث انقساماً حاداً داخل البرلمان فقد رأت فيه الكتل الغائبة عن الجلسة انتهاكاً للاستحقاقات الدستورية فيما برر الحاضرون قرار التأجيل لتجنب الفراغ المؤسستي ولحظة الحكومة بتعمل الانتخابات بيخلص موضوع الفراغ وبيخلص مفعول التمديد جايين على جرسي لنمدد للمجالس البلدية والاختيارية حتى نقدر نلبي حاجات المواطنين ما فينا نترك ضياعنا ومدرنا بدون مجالس بلدية حضور الرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني كان جيمي قاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وعدد من الوزراء إلى جلسة البرلمان حولها إلى جلسة مساءلة للحكومة عن جهوزيتها لإجراء الانتخابات فما كان من مقاتي إلا إبلغ الوزراء في جلسة الحكومة تمديد النقاش في هذا الملف لضمان إزالة العقابات الموجودة وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وعلى وقع التراشق البرلماني الوزاري تحرك العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح بمشاركة قطاعات أخرى احتجاجا على تدهور قيمة مرتباتهم هذه الرواتب اللي عم تصرفوها ساعة بتضربوها باثنين وساعة بثلاثة وساعة بأربعة شو بيأكدنا الدولار ما يرجع يطلع تلاتمية وأربعمية وخمسمية نحن لا نحن منطالب بدولة رواتبنا أي قرار ما بيترافق معه أو تثبيت سعر الصرف أو تثبيت سعر صيرفة أو إقرار مؤشر متحرك للأجور ليسير التصحيح معه تباعا أي قرار ما بيكون إلو إيمي بكرة تحركات لم تخلوا من مواجهات بين القوى الأمنية والعسكريين المتقاعدين تطورت إلى إلقاء قنابل مسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مداخل السراء الحكومي بين مجلس نواب منشغل بدستورية عقد جلسة تشرعية ومجلس وزراء يبحث تأمين تمويل انتخابات بلدية وتراشق الاتهامات بينهما تم تشارع منسي يطالب المجلسين بأدنى حقوقه وهي تحسين المرتبات بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية فرح عمر بيروت الميادين